السلام عليكم اخواني اخواتي مرحبا بكم في ملخص اليوم طبعا سنبدأ مع جريدة البايس فبالنسبة لطبعا خبر اليوم فكان على ان الحكومة استطاعت ان تمرر مسألة تمديد تمديد حالة الانضار طبعا الى 7 يونيون طبعا بعد الاتفاق اللي تمصلوا له مع حزب ثيودادانوس واللي في الاول كانت رافضة تمديد الى مدة شهر اعتبرته انه طويل جدا فغد يكون هذا في اغلب الاحيان او على الغالب اخر تمديد اذا طبعا المرض بقمشي بهذا التطور الايجابي ولكن اذا مثلا شافوا عندنا القاصص طلعوا بزاف ورجعنا الماء يعني كما كنا في الاول فالامور يمكن ان تتغير اذا في الغالب في الغالب سيكون اخر تمديد لحالة الانضار طبعا اليوم رأي كنا شاهدنا واحد يعني الخبر ديال تمديد الاقامات المنتهية الصلاحية وها خلال فترة الانضار اللي طبعا كان ابتد من 14 مارس الى 7 يونيون يعني معلومة اللي عنها الان واحتل الناس اللي يومى 3-3 شهر قبل 14 مارس هذا كان خبر اللي كنا تنوونه في هذا الفيديو سابق اذا فا سانتيس استاطاي حصل على 177 صوت ولاحظوا هنا ان يعني اللي ساندوا عندك حزب سيودة دانوس مواطنون وحزب الوطني البسكي البينايوبي طبعا هنا كما كنشوفو في الحالة يعني حالة سياسية في اسبانيا فدائما الاحزاب اللي كنسموها كتكون بيزاقرة يعني لانتم عارفين البيزاقرات يعني هما كيقولون هكذا بالاسبانيا احزاب بيساقرة يعني ذاك البيزاقرة هي اللي كنعملوها في الباب اللي كتتحط عليه الباب وكتقض دور عليها فبذيك الاحزاب وخا كتكون صغيرة ولكن هذك طبعا ما كتكون واحد حزب كيشكل حكومة وطبعا ما عندوش الاصوات الكافية ما عندوش اغلبية مطلاقة في كيحتاج لهذه الأحزاب اللي كتسمة أحزاب بيزاقرة فهنايا دائما في الساحة الإسبانية كتت معروفة دائما بهذا لأنه لأنه عندما تم التخطيط يعني أثناء طبعا المرور من الحكم اللي كان ديكتاتوري ديال فرانكو إلى الحكم الديموقراطي فقد يعني السياسيون والمشرعون فقاموا بتخطيط واحد نظام سياسي بحيث أن الأحزاب الصغرى يكون لديها دور فعال ومؤثر في الحياة السياسية الإسبانية بحيث أنه طبعا مع انقسام للدولة الإسبانية إلى عدة أقاليم ومع وجود نزاعات قومية في أقاليم معروفة ككتالونيا والإقليم الباسك وحتى في بعض الأقاليم الأخرى كاليسيا كاليسيا هناك حركة قومية ولكن ليست بنفس القوة كما نراها في كل من كتالونيا والإقليم الباسك كذلك في نظارا نظارا هناك حركة قومية ولكن ليست بنفس الحدة يعني دائما الساحة السياسية الإسبانية فهي تم التخطيط لها بحيث أن الأحزاب القومية يكون لديها في كثير من الأحيان عندما لا تكون الغلبة لحزبه معين كما كان هناك في فترات التوناوب المعروفة لدازة المغرب الآن أصبحت من الماضي عندما كان الحزب البيساهوية كيتمكن من أن يكون لديه أغلبية مطلقة أو الحزب الشعبي البيبي كانوا يتناوبون على السلطة ولكن الآن مع تشتت يعني تشتت الأصوات وظهور أحزاب سياسية يعني صغيرة اليسار تفتت يعني كانت في الأول كان البيساهوية وكان إذكير ذا ونيدا لأصبح معهم بوديموس اللي برزت يعني بعد حركة الكنسة أمي وهناك يعني طبعا اليمين تهوت في التت قاش البيبي بواحدته ظهرنا حزب الهواثيو دادانوس اللي كان ظهر بقوان بعد التراجع طبعا وحزب فوكس القومي المتشدد اللي تهو ظهرنا من جديد وبدأت الأصوات تتفرق يعني بين الكثير من الأحزاب سواء من اليسار أو من اليمين وبالتالي هناك أشوفوا التأثير دياله والإخوان باش تفهموش يتم استعمالها في تمرير القوانين يعني حسب يعني الشعارات أو حسب ما كان يعني توجه الإيديولوجي أو يعني هذوك الأحزاب شنو باغا باغا انفيصال كتتحاول أن تستثمر ديك الصوت وكتبين هذوك الناس اللي صوتوا عليها بشي صوتوا عليها مرة أخرى أن الصوت ديالهم يستعمل في ديك الاتجاه هذا إذن هنا كما شفنا سيودا دانوس كي حاول يلعب واحد دوره مؤثر قوي وكبير وبغي دير بلاستو خصوصا ميجات الرميداس فهي مش بحل الرئيس السابق اللي طبعا تخلى على المصيب ديال استقل لأن نتعرض لواحد دربة قوية في الانتخابات الأخيرة فهذه المرأة يظهر أنها ذكية نوعا ما وتريد أن تلعب يعني دور مهم والآن كتبين يعني شيئا فشيئا على أنها يمكن أن تلعب دورا ويمكن يعني إذا تمت استمالتها فممكن أن أن تساعد يعني حكومة في تمرير القوانين طبعا هذا لن يكون يعني في سبيل الله ولكن هناك حسبة سياسية لكل حزب كي يعملها إذن نحاول نشرح لكم يعني واحد يعني واحد الصورة كيفية يعني مرور الأشياء في إسبانيا إذن بالنسبة للمسكرية كما كتغرفوا أن الكيمامة الطبية والأقنعة الطبية فهي ستصبح ملزمة الآن يعني انطلاقا على مقضون من يوم الخميس فالأماكن المغلقة مغلقة كالسوبر مركادوس فستصبح ضروريا إذن انطلاقا يعني انطلاقا من يوم الخميس اللي احنا دخلنا له اليوم يوم الخميس فستصبح يعني يعني مفروضة داخل الأماكن المغلقة إذن سوبر مركادوس مثلا دخلت للفارماسيا إذن خصت الكمامة ما الآن يجب أن تصبح يعني معاك خاشيها في الجيم خاشيها في البولسو أو خاشيها في الماليين أو في الجيم دائما تكون معاك عرض دخل لأنه ممكن تعرضه يعني كورونا فيروس 95 حالة وفاة وحتى الحالات التي يعني مسجلة يعني لتعادوا جداد تهما أطلعوا شوية طبعا نقلك هنا الأغلبية للوفايات فهي تتركز في منطقة كطالونيا إذن بالنسبة للناس الكطالونيا شوية الحضار خصوصا أن نلاحظ أن هناك تجمعات المشكلة بما أن القيود بدأت تتخفف شيئا فشيئا فملاحظة ملاحظة الشخصية فالناس خصوصا إسبان عمروا يعني اليوم مثلا أو البارح فهو مخرجوا للمقاه واللحانات ويقلسوا في التراسات ويستهلكون شعب مستهلك وليست لديه تلك الثقافة التباعد التباعد خصوصا اللي نحن نلاحظ عن ناس نورديكوس ناس الشمال يعني مثلا في ألمانيا أو في دانيمارك يعني يعني في هذه البلدان هذه تكون شوية سياسة التباعد بشيء بحال هنا لأن حتى الجو يلعب يلعب دورها الثقافة يلعب دورها و يعني حالة الجو يعني الجو السخون في البلدان البحر المتوسط تشجع على الالتقاء على الخروج على الذهاب إلى يعني لينا في الصهارات فممكن اللحظه صعود صعود لحالة حالة الإصابة الجديدة إذن بالنسبة لفانيسيا فقال لك علي أن أول إقليم أول جهة فما بغتش دوز الفاصي يعني يعني إقليم مدريد مدريد فالإقليم مدريد لما أن لاحظوا أن هناك صعود طفيف في المرض فما ستبغيش تدوز للمرحلة الثانية خصوصا أنها المرحلة يعني لا تدوز كاملة يبقى شيء أقلي فهي فضلت على أن تبقى في المرحلة التي فيها الآن وما تدوش للمرحلة التي تاليها إذن وبالنسبة لجهة مدريد إقليم مدريد فكما كنا كنا نلاحظ كنا نهضر على مسألة الجنسية كنقوم برفع دعوات كونتينثيوسو دعوة إدارية ضد أي قرار فهنا الجهة ستسعمل الحق أنها ترفع دعوات كونتينثيوسو ضد يعني في السوبريمو طبعا هناك محكمة خاصة محكمة عليا ستقاضي جهة مدريد الحكومة يعني بسفة يعني وزارة الصحة لما هي اللي منعت الدوز لفاسي قونو غير يدعوهم بكل بساطة فنورمال إذا كان هناك اختلاف ما بين إدارة كيتام وكيدعو بعض ياتوب كذلك إذا كان المواطن شفع لأنه تظلم شقرة فلديه مطلق الحرية في أن يرفع دعوة قضائية عادي ما كيفية شيئا ولي عنده الحقة يده إذا هناك خبار على أن إسبانيا يعني في يونيو وخصصا في جزر الكاناريا فغادي يدعمل تجربة رائدة يعني يحاول يجرب على حاجة جديدة اللي هي أنه يعمل واحد الابليكاسيون الابليكاسيون في التليفون الإخوان إذا بهذا الابليكاسيون هذي غادي يحاول أنهم يتبعوا الناس اللي مصابين أو يعني إذا أصبت بالمرض فحتى الناس اللي مخلطين لك في نفس المنزل سيمكن تتبع ديالهم عبر هذا التطبيق في التليفون وهدف الغالب سيكون في أوروبا كامل هذا المسألة التطبيق هناك خبر آخر أثر الانتباع ديالي فقال لك على أن هناك تم اكتشاف من طرف باحثين هولنديين وقاموا بالتحذير أول عدوى من يعني معروفة انتقال عدوى معروفة من حيوان إلى إنسان مشي العكس مشي من إنسان ولكن من حيوان إلى إنسان وهنا في الصورة هذا الحيوان هو حيوان المنك هذا يربيه باش يديك الجلد دياله أو الفرو دياله فهي يصوب منه يعني البرصوات الفرو دياله ناعم ويسخان فإذا هناك تسمع بيسون بالإسبانية فهنا هل يمكن أن نرى يعني أن تكون هناك عدوى ديال كورونا فيروس من حيوان إلى إنسان الحالة العكسية نحن نعرف إنسان إلى إنسان كانت هناك من إنسان إلى حيوان كالقطات التي شهنا بعض الحالات ولكن الآن من هذا الحيوان إلى الإنسان فمسألة مهمة جدا وتثير الانتباه إذن هنشوف إذا كان خبر آخر هنا في بوليفيا فقد تم إداع وزير الصحة أو تم القبض على وزير الصحة في بوليفيا بسبب عملية شيرة لأجهزة التنفس بأثمينة خيالية من طرف شركة إسبانيا يعني تم هناك كوميسيون رشوة خدار رشوة وطبعا 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 ميو سبعي جدا استنفس خد فيها رشوة فكان واحد إسكاندال فضيحة فقاموا يعني طبعا في هذه الحالة تقولوا أنها تموت فاضطروا أنهم يعني يقفضوا عليه في إطار تحقيق إذا وبلسونارو طبعا رئيس برازيل فقام أنه اسمح يعني بالنسبة للمرضى بالكورونا بيريوس أنهم ياخدوا واحد دواء بدون أن يكون هناك إجماع من طرف العلماء على صحة اعتنوة هذا الدواء طبعا ترامب صرح لأنه يأكل هذا الدواء اللي هو الكولوروكين فترامب وبلسونارو فهم اثنين من عملة واحدة يعني رؤساء شعبويين يعني ممكن ياخدوش بالرأي العلمي والعلماء والبرازيل واكلة ضق بزاف لأنه هناك انتشار فضيع في البرازيل والولايات المتحدة تفكر في منع البرازيلين من الصفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية إذن طبعا هناك خبر على أن ترامب قام بإغلاق الحدود يعني إلى يعني بدون تاريخ محدد بالنسبة لهجراء عن طريق عن طريق الحواجز يعني عن طريق الممرات البرية بسبب الكورونا بيروس فهناك إغلاق يعني يعني للحدود البرية كان عندي الغرض على أن نمشي لمقال آخر اللي طبعا شفناه في جريدة اللياريو فطبعا هذا المقال يهدار على أن يعني على الناس يعني لماذا إسبانيا أو لماذا إسبانيا لن تقوم بتسويت الأوضاع الغير النظاميين المهاجرين السريين يعني يعني هنا يقول ما قال أنا نعوده لأن طبعا هذا مقال آخر ولكن باش نعمل هذه الملاخات لأن كيهم منها كثيرة جدا فالوزير اسكريفا اللي هو الوزير دي الهجرة فهو طبعا قال على أن مسألة تسوية أوضاع مهاجرين بصفة عامة يعني تسوية الأوضاع يعني تكون بحل يوقع في 2005 كان سوية أوضاع عامة نسكامنين تجيب أي كونتراتو تدير أبراك قال لك الآن فهي دي سكرتادا يعني أنها غير موضوعة على الطويلة ما كيفكر فيها أنها زعمة يعني تم الابتعاد على هذا الملف هذا طبعا طبعا هذا نرد على تدخل على سؤال في مجلس الشيوخ يعني لأحد النواب من حزب يعني كتالوني إذن أه أغاني نكمله يعني طبعا هذا يعني كان السؤال موجه من حزب ARTH الكتالوني الذي يدعم طبعا مسألة الانفصال من كتالونيا دائما ردوا الحضر كونك يطلب هذه المسائلة هذه فدائما هي أحزب معارضة وكتحاول أنها توضع الحكومة في موقع يعني في واحد الموقف يعني تحسد عليه بأسئلة صعبة اللي ستبين يعني أسئلة اللي فيها شوية كتبغي تنالم شوية من الحكومة دائما من يعني من انفصال مثلا ريجول ريساسيون يعني هما كي سولاد الأسئلة لأنهم يبغي يوضعوا الحكومة يعني في واحد الخانة ضيقة إذن سولوا سولهم على أن لماذا يعتبروا وراق جميع الناس اللي ما عنده في واحد وضعية غير قانونية فالوزير قال يعني عبر على القلق دياله للحالة ديال عدم يعني عدم قانونية هذ المهاجرين من ناحية الإدارية هي غير قانونية وغير شرعية وطعب عن تأسف تأسف لها وضعية لأن في إطار الاتحاد الأوروبي هناك واحد احتفاقية أوروبية يعني هناك توجيهات أوروبية التي قال على أنها بالضبط قلب بهالكلام على أن الاتحاد الأوروبي الإطار الأوروبي اللي هم عايشين فيه طبعا اللي كيحكم على البلد اللي كنتم الاتحاد الأوروبي أنه ما كيسمح بأن تكون هناك معادلة يعني أمشي معادلة يعني هناك فتح للأوراق بصفة عالمة طبعا هناك قال على أن هناك حالات استثنائية يمكن أن تعطى فيها الأوراق ولكن بصفة عامة فطبعا هو قال على أن قل نشوف نبحث واشكين شي طرق جميع الطرق سيتم التطرق إليها غادي حاول ولكن قال على أن ستكون حالات استثنائية وحالات خاصة يعني حالة خاصة بكل واحد ما يمكن تجي وتعمل حال القانون عام الجامع ولكن ممكن على حسب الحالة الخاصة لكل واحد أن تكون هناك مخارج يعني هذا حسب التعريب التعبير لله طبعا هنا يتطرق عاود على بالنسبة لحالة للشباب من فئة القاصرين إلى فئة الليل Wing طبعا كسلوا للسن القانوني لكي يحتمدوا على رأسهم فهذا كان مغيدة فعب هذه النقطة ولكن الأساسي هنا يا الإخوان هو قال على أن بالنسبة للبرتغال فهي يعني أنها من أعطت الوراق فهي لم أعطت الوراق للناس كاملين أعطت الوراق للناس اللي كانوا دافعين في إعلان طالبين يعني الرينوباسيون للوراق لكن في أي وقت لماذا عملت هذه الحركة؟ لأن هذه الناس إذا لم أعطت الوراق وطبعا لم أعطت الناس كاملين أعطت الناس اللي كانوا دافعين دفعوا أو طالبين تسويط الأوراق لم أعطت الناس آخرين لأنه لا يوجد تغطية صحية وإسبانيا يوجد تغطية صحية وبالنسبة طبعا بالنسبة لإيطاليا فهي عملت الوراق بالنسبة للقطاع بالقطاع الفلاحي بالضبط لأنك كانت هناك حاجة مساء بالقطاع الفلاحي بالضبط وفعلا لم تكن هناك تسوية عامة لأن الناس اللي كانت تقول تسوية 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 لم تكن تحاولت تشرح الوضعية لم تكن تحاولت تحليل من المواقعي فكان هناك من ناحية الوراق تعطى فقط يجب أن تدبر كونتراته أو بالنسبة للناس الذين يعتنيوا بكبار السن في المنازق إذن للأسف حاليا المسؤولين الإسبانيين ليس مطروح مسألة يعطون الوراق للجميع بل ممكن طبعا ستكون هناك حلولة تكون خاصة خاصة بكل حالة معينة ممكن تكون هناك شي تخرجة ولكن هنا في حالة طبعا لا يستطيع أن يحصلوا على الأوراق هذا هو المجرس نتمنى أن تكونوا استفدتم منه وإلى اللقاء في فيديوهات مقبلة إن شاء الله